يقول إذا حجيت يا شيخ عن غيري بأجرة واستلمت الأجرة وبقي من هذه الأجرة بعض النقود ما يقارب من ألفين أو مئة هل أخذها؟ يا أخي أولا الحج لا يأخذ عليه أجرة لأنه عبادة ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادات ولكن تأخذ ما أعطاك المنيب لك والموكل لك تأخذ ما أعطاك سواء كان قدرا نفق في الحج أو زائدا أو ناقصا وتحتسب النقص عند الله سبحانه وتعالى المهم أنك لا تحج من أجل المال أما إن من حج من أجل المال فحجه غير صحيح ولكن يحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج ولهذا قال العلماء من حج ليأخذ فلا يحج ومن أخذ ليحج فليحج فالحاصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة ولا يكون طمع الإنسان في نيابته عن أخيه المسلم في الحج والعمرة لا يكون طمعه في المال وإنما يكون طمعه في نفع أخيه والنيابة عنه خصوصا إذا كان عاجزا أو ميتا ويكون له أجر في هذا لأنه سيصلي في المسجد الحرام وسيقف في المشاعر ويدعو ويشارك الحجاج في أعمالهم فيكون للمنوب عن المناسك ويكون له ما زاد عن ذلك فهو معجور وهذا خير من الدنيا وما فيها ولا مانعا يأخذ من المال ما يستعين به على الحج وإذا كان الذي دفع له المال قال له خذ منه قدر نفقتك للحج فإنه يرد الباقي أما إذا أعطاه وسكت فإنه يأخذ المال كله يأخذ ما أعطاه كله لأنه سمح له بذلك ولم يطلب إرجاع شيء منه نعم